موسيقى مشاهدينا ومشاهدي قرمة في كل العالم اهلا بكم ولقاء جديد مع مولئة احداث حالة النور ده الاثنين سبعين واعتذر عن التأخير قليلا لكن ان شاء الله هنحاول نقول كل اللي معنا النهاردة على قد ما نقدر هنبدأ بالاخبار بالنسبة للملف الابطي والحيام الأحد أمس الأحد كان تاريخ مهم بالنسبة الكنيسة الابطية الارثوذكسية كان بتعيد الكنيسة بتذكار الاعياد السيدية الكبرى عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد القيامة وده كان تذكار يعني بيعيد به وكان الصلاة بالتقس الفرايحي وطبعا ما بيبقاش انتو عارفين احنا في الخمسين المقدسة كمان ما بيبقاش لك العيد لما بييجي في غير الخمسين ما بيبقاش فيه اي صوم انقطاعي ولا مطانيات كل سنة وحضراتكم طيبين والمفروض انه يوم الخميس القادم ان شاء الله هيكون عيد حلول الروح القدس بالنسبة للجنة البابوية اللي تم تشكيلها لحل أزمة دير الوادي الريال عقدت قول اجتمعتها واجتمعت اللجنة اللي قام بتشكيلها وقدست البابا توادرس الثاني بابا الكنيسة الارثوذكسية باتريارك الكرازة الموركوسية في الاجتماعات اول اجتماع لها البحث الازمة اللي تجددت حول دير ودي الريال ولكلنا تابعناها طبعا بالنسبة للقوات اللي راحت وهدمت المنظر اللي انتو شايفينه ده واحد من الرهبان او حد كان بيصور بعد ما تم الهدم وقد ايه طبعا منظر يعني مؤسف جدا وصعب يعني ان دي الكنيسة كانت مدشنة وكان فيه برضو قليلي رهبان تم هدمها وعارفين طبعا اصل المشكلة لما تكلمنا على موضوع انه الدير هو اللي الارض بتاعته تم تقنينها وملكي للدير اللي هو السور لكن المزرعة دي اللي خارج السور كانت المفروض انه حق انتفاع يعني والحق الانتفاع ده يعني بيدفع لي مبلغ كان المفروض انه تم تقدير المبلغ ده في عام 2017 بان المساحة اللي هيتم حق الانتفاع بالنسبة لها دي خارج الدير وانه هيتم تسديد مبلغ مالي وصل ل 4 مليون جنيه ولم يدفع الدير عشان كده كان فيه طبعا البلد زرات والمناظر اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم مهم انه من الاجتماع ده يعني ما فيش اي جديد صدر او ما فيش قرارات يعني ده اجتماع اول اجتماع بعد الاجتماع ده كان يافت الانبى ابرام موتران الفيوم ورئيس دير ودي الريان كان بيقول انه بيتابع تطورات الازمة وبعد ازالة المزرعة طبعا وكل البنايات الانشاءات اللي كانت على المزرعة دي وده بسبب عدم سداد مبلغ مالي سنوي خصصة لها لمساحة الف فدان تستخدم كحق انتفاع وهي تقع بالجهة الاخرى من الطريق اللي كان عليه الازمة في 2015 اللي تم شقه لربط الواحات بالفيوم ودي بعيدة عن الدير الاثري اللي بتقام فيه الشعائر الدينية واللي تم تقنينه عام 2017 بمساحة 3500 فدان بنتمنى طبعا انه اللجنة دي تقدر ان هي توصل لاتفاق وتوصل لامور يعني طبعا احنا بعد ما حصل الهدم مش عارفين يا اي خلاص الدنيا حصلت والهدمة حصل ودي قلالي الرهبان اللي تم هدمها فاعتقد يعني ان احنا هنشوف الدنيا كان فيه برضو صور بتعرض لأول مرة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للاتفاق ما بين رهبان دير وادي الريان والبيئة والعربان العرب اللي هم هناك في المنطقة وكان الاتفاق ده عام 2013 وكان بيتقال انه الاتفاق ده كان بحضور ممثل عن قداسة البابا ومحافظة الفيوم وده كان بسبب صور اللي حول الدير وفتح منطقة عيون المياه يعني ده بيفكرنا برضو انه الموضوع ده موضوع ليه فترة عموما زي ما قلنا انه مع الاجتماع الجديد اللي هو للجنة المشكلة من قبل قداسة البابا نتمنى من كل قلوبنا ان شاء الله ان تحل الأمور طبعا فيه كلام بيتكلموه على انه عدلي ايوب هيعمل هناك مشروع والكلام ده الكلام ده موجود على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ما فيش اي تأكدات على اي حاجة لانه هو من ضمن اللجنة اللي تم تشكيلها من قبل قداسة البابا بنصلي من كل قلوبنا انه الأزمة دي يوصلوا فيها لحل يرضي الجميع بإذن الله نروح لدير تاني وهو دير السلطان اللي هو موجود في القدس الحقيقة والبابا توادرس كان تحدث عنه وقال ان ده بيعتبر ارض مصرية داخل فلسطين حيث قال قداسة البابا توادرس بابا الأسكندرية وبترارك الكرازة المركوسية ان دير السلطان في القدس المحتلة يعتبر ارضا مصرية داخل مدينة القدس وللدولة المصرية جهود كبيرة في هذا الملف وتاريخ دير السلطان بيوضح وطنية الأقباط ضد الاحتلال بكل انواعي على مر العصور وملكية الدير للأقباط وهناك الوثائق اللي بتؤكد هذا الامر والمستندات والمصادر التاريخية والشواهد الاثرية والكلام ده برضو كان بيقال ان في حكم كان كمان يعني من المحكمة الاسرائيلية وانه المفروض انه يكون فيه الالزام والتنفيذ للحكم ده ولكن هناك تعنت من قبل عناصر الشرطة في تنفيذ الحكم باسناد ملكية الدير بالكامل للكنيسة الابطية الارثوزية المصرية نروح بقى الحادث طبعا افجعنا جميعا وحادث كان صعب جدا واطلق عليه يعني فيه مواقع التواصل الاجتماعي في كل المواقع الاخبارية حادث سهاج شاب اسمه جورج سلامة او جورج حنة بيقال انه الشاب ده يعني يعني مرة واحدة الجرين كلهم فجؤوا بانه هو راح على منزل والده دبح والده دبح والدته وبعدين دبح بسطور استخدم سطور في قرية اسمها اولاد حمزة مركز العسيرات كانوا بمحافظة سهاج بالسطور ده زي ما قلت لحضراتكم دبح والده الاول وبعدين والدته حاولت تقاوم دبحها ايضا او هشم رأس رأسهم يعني بعد كده راح على ولاد اخته ولد وبنته صغيرين اطفال برضو عمل كده معاهم اخته حاولت تهرب منه اللي بيتقال ان كان فيه مقاومة من الام ومن الاخت ولكن برضو قدر يتمكن الاخت الاول كانت اصيبت اصيبت اصابات بلغة ونقلت للمستشفى ولكن بعد كده توفت والكلام ده كان في ساعات متأخرة من مساء اول امس واللي حصل انه كان بيقال ان هما كانوا راحوا في النوم او كانوا نايمين يعني الجريمة طبعا جريمة بشع جدا بانه هو قتل تقريبا اصرته كلهم اللي ما كانوش موجودين طب زوجته عنده زوجة وعنده اطفال الزوجة ما كانتش موجودة في بيت والده والدته هي مفروضة عايشة معاه وكانت اساسا في بيت والد يعني بيت اهلها واسرتها مع بناتها اتقل طبعا انه اي حد كان في البيت كان ممكن طبعا انه حياته تنتهي ولكن الحقيقة انه بعد كده كانت بدأت القنوات تروح على تجيب مشاهد من المنزل نفسه وانه هو خرج بعد ما قتلهم في البلكونة ودخن سجارة او خرج في البلكونة الاول وبعد كده نزل تحت وهو بيهزي وبيقول اي كلام وبعد كده دخن سجارة او سجاير يعني او كم سجارة وانتظر لغاية الشرطة ما جاته قبل تعليم غير اي مقاومة بدأ شهود العيان او بدأ الناس اللي هم جيرين في المنطقة بيقولوا انه هو معروف عنه انه هو مريض نفسي سلوكه غير متزن بيتعاطى مخدرات كان في بعض المواقع اللي قالت انه هو كان فيه خناقة بينه وبين والده عشان كان عايز سلوص عشان ياخد مخدرات بس ده لم يتم تأكيده بعد برضو احنا منتظرين اذا كان هيبقى في تحليل مثلا نقولولنا انه هو كان تحت تأثير مخدرات لما قام بالجريمة دي زي مولت لحضراتكم طبعا دي صورة فيه صورة تانية زملنا وهو قاعد مع اتنين من عناصر واحد من عناصر الشرطة تقريبا لان دي صورة قديمة شوية كانت بعد كده انتشرت الصور اللي تعتبر اول صورة للجاني طبعا الشاب ده مع هو كان حالق راسه تمام هي دي ولو كبرنا برضو عليه هو شوية شخصيا الحقيقة هو زي ما انتوا شايفين ولك انه عمل اي حاجة هو قالك لما نزل الشارع وبدخم السجاير كان ايدي بتتهز قاعد يتكلم اي كلام فاللي بتقال طبعا ان هو يعني حالق كان شعره بالمنظر ده هادي جدا ما فيش اي مقاومة خالص اثناء الابض عليه ولا حاجة خالص زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين المشهد طبعا انزعج الجميع انه ازاي يعني يبقى فيه قضية بهذا الشكل يروح يقتل اسلوته كلهم اللي بيعملوا ده وبدأت طبعا نشر للعترافات انه هو كان بيقول انا يعني نفسه هو جورج قال انا كان لازم اقتلهم قتلتهم ورا بعد كان لازم يموتوا قتلتهم قبل ما يقتلوني قلت اخلص عليهم كلهم مسكت السطور ودخلت شفت ابويا نايم كسرت دماغه بالسطور لحد ما مخه خرج من راسه عشان هو السبب وبيصلتهم علي وبعدين دخلت على عيال اختي خلصت عليهم ودربتهم بالسطور على دماغهم ماتوا لاتنين امي واختي صوتوا فروحت ضربتهم بالسطور وقال ان والدته وشقيقته حاولوا قتله بالسم بتحريد من والده هو عمره 28 سنة مقيم بدايرة العسيرات الكلام اللي طالع من بالنسبة للنشر الاعترافات ان هو مش بيتعطى المخدرات انا زي ملتل حضراتكم حاجة اسمها شابو شابو مش عارفة يعني حاجة كده اسمها غريب من المخدرات اللي كان كتب في موقعين نوع من انواع المخدرات يعني بس زي بيقول لكم ما تم مش تأكيد ده يعني الكلام اللي هو نازل في الصحف بالنسبة تحت عنوان اعترافات المتهم بيتقال فيها ان هو لا بياكل عندهم عشان هم بيحطوله سم وانه السم ده بيحطوله عشان يقتلوه بتحريد من والده وعشان كده قرر قتلهم كلهم والنيابة العامة قررت ايديه عن المتهم باحدة مستشفيات الصحة النفسية لبيان معاناته من مرض عقلي ام انه ارتكب الجريمة يعني بقصد او عن عمد راحت برضو الكاميرات مواقع كتيرة علشان تتكلم مع زوجة المتهم ده لان هم كانوا بيقولوا ان هو على خلافات كتيرة مع مراته الزوجة برضو بيبدو عليها الحقيقة زي ما هتشوفوا كده وتسمعوا معرفش هي مخدودة ولا فيه ايه ونفت انه يكون فيه اي مشاكل خالص قالت ان هي عند اهلها علشان خاطر كانت رايحة مع حد منهم للدكتور والدتها او اي يعني كلام من ده بتتكلم عنهم متجوزين من سبع سنين عمره ما مد ايده عليها وانهم عندهم طفلتين قلت تعباني وقامت عليه جانبتي قال فوك عملية وقلت نعملها هنا اوه قلت بصفل قلت بسم مخبار وقلت جوسك محبوس نجابت على خط ضور على ست بيزوا كنت غالبان معاك أذولاية عمره معاك تلات بنات اي اتحكيلي من جالك بالواقع يعني لجالك له ايه طاق قلت بسم مخبار ام المخبو الصفل ام وقت لنبك نبك 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 هذا غلاب هذا غالبا اه طب هواي قلت كنت كنت زعلانة سايبة البيت؟ لا كنت كايمة عليه جانبتي زعلانة كنت كنت عيانة يعني؟ اه جانبتي بكوالفاي عمل كنت نعملها ببيت أبويا أنا هنا ونجاي اه وروحت كذب راح أعود عليها اسمعت الخبر ندمت على خطة ضواء اه وغالبان 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 ماشا أنا معك كان هو تعبان بيتعالج من حاجة ولا؟ تعبان دعالت يا ابو كنت عارض انا كنت نكسلت على مقه اه كنت توديل دكاترة؟ اه توديل دكاترة غالبان اه طب ماشا أنا عرفت ان هو غالبان بس هو كان يعني عنيف معاكم كان يدور بك أوحايا نا كان زحيف نبتا اه تعبان اه ودهيل دكاترة انت؟ اه وده دكاترة اه يعني طبعا واقع صعب جدا زي ما انتم شفتوا حتى منظر البيت منظر العيشة منظر الدنيا ربنا يرحم الجميع مش عارف اقول ايه مش قادر اقول برضو ايه الاسباب اللي قدت للجريمة دي هل برضو نوع عدم الوعي يعني برضو ان هما يعني قالك ده ملبوس وبيحاولوا يشوفوا الشيوخ يعالجوه بدل ما يتم علاجه نفسي اه جريمة الحياة برضو عشان ما نتكلمش وناس قالتلك يعني ازاي يعملوا كده واحنا في اخر الايام وانه ده كده البيت ده ايه ما يعرفوش ما يعرفوش المسيح ما يعرفوش ربنا يعني ايه اللي حبيحصل ده اه المواضيع دي بتحصل اليومين دول للأسف بشكل كبير قوي جدا في اسر كتير قوي ملهاش علاقة بالدين قدمها ليه علاقة بانه في مشاكل زي ما انتو شايفانها من مشاكل فقر وجهل وامور كتيرة قوي واحنا شفنا تكرار الحوادث دي بشكل كتير قوي اليومين اللي فاتوا موضوع برضو الزوج اللي يقتلولاده ويقتلمراته مش عارف يعني حوادث لو شفتوا صفحات الحوادث الواحد يعني فعلا يعني مش عارف اقولكو ايه بيتأثر نفسين جدا من كل الحاجات اللي بتحصل دي وكلها اه يعني امور بتنم بالتأكيد طبعا ومحتاجة دراسة علشان خطر برضو ازاي نعالج المسائل دي اه كلها الشهود العين في المنطقة اكدوا ان هو بيعاني من اضطراب نفسي والحقيقة يعني يمكن برضو المخرج بيعلق اماليه ربطينه لو هو بيعاني من اضطراب نفسه مع امين الشرطة ده في خطر على امين الشرطة يعني عموما هو زي ما انتو شايفين كان هادي الله اعلم بقى تحت تأثير حاجة ولا ايه ولكن هو حتى ما قاومش خالص الشرطة وكان على طول الكلام اللي تقال انه اسنان الابض عليه لما نزل من البيت قاعد يقول كلام محدش كان فاهم هو بيقول ايه اخوه عايش في مصر بيقال وبيشتغل هناك اسمه حنا وكانوا بيقولوا ان هما في الاول معرفوهوش وكانوا هما الافراد من اسرته بس اللي كانوا منتظرين معرفوهوش يعني بالجريمة يعني وانه والده والدته اخو يعني والده والدته اخته والده اخته تقتلوا علشان خاطر انه ما يصابش بأزمة يعني قلبية وكده فهو ده الشقيق الوحيد وبيقيم وبيعمل في القاهرة فلما كانوا في استلام الجسامين كان ثلاث اشخاص من الاسرة من العيلة يعني هما اللي راحوا استلموا الجسامين الاسرة اللي طبعا راحت ضحية جورج اللي بيقال انه مهتز نفسيا برضو المحامي اكد الحقيقة هذا الكلام متصرحات محامي مرتكب مسبحة سهاج كان بيقول برضو انه تصرفات المتهم امام النيابة تشير الى اختلال عقله ربنا يرحمنا يعني بنا تمنى ان يكون فيه فعلا دراسات دراسة لكل الاحوادث اللي بتحصل وكل المشاكل الاسرية وكل الامور دي وانه برضو كتير حكاية المختل عقليا اللي بتتقال دي انه يا جماعة المختل عقليا لازم يروح لطبيب نفسي لازم يتعالج صح ما ينفعش حكاية الشيوخ والكلام اللي فيه جهل وفيه امور كده صعبة كتير قوي قوي فربنا يعني يرحم الجميع دي كانت مسبحة سوهاج لو رحنا بقى البقية الامور وعند بنها تم برضو موضوع الفتيات وملف الفتيات التي تختفي الفتاة الكبتية اللي احنا كنا اعلن عليها من كام يوم تريزا عزة فوزي 15 سنة من شبرة الخيمة اللي كانت اختفت من 26 مايو الحمد لله رجعت بالسلامة بس برضو في كل عودة من الامور دي ما بيتكلموش وما بيقولوش برضو الاسر ايه الدنيا بس وناس كتير برضو انا بضم صوتي لصوتهم طبعا يعني لما بتكون فتاة قاصر يعني لما فتاة قاصر وبتعود وممكن يكون فيه حد وراء اختفاءها ومحدش قال حاجة على تريزا بس يعني اغلبية الامور بتكون فيها ليها علاقة بشخص مش عارف ايه فين الشخص ده ليه ما بيتمش القبضة عليه لو تم القبضة على شخص كان اغوى فتاة قاصر واحنا بنعتبره هنا خطف والتحبس واخد عقاب بالتأكيد ان ده هيقلل بكتي كتير وهيخوف اي حد تاني يجرؤ على انه يقوم بالفعل ده الحاجة التانية لو احنا عكسنا يعني احنا طبعا لو كانت فتاة مسلمة وحد وبردو حد مثلا غرر بيها فتاة قاصر كنا هنلاقي برضو انه هيتقبض عليه والكلام ده كله لو بقى الشاب ده كان مسيحي طبعا الدنيا هتتقلب فبالناشد الامن بصراحة انه الفتاة القاصر احنا ما باجي انا نفسي حضراتكم عارفين لما بتكون في بنت او ستة كبيرة وقسرتها ما بتحكيش ولا بنتكلم خلص واحدة كبيرة خدت قرار ايا كان بقى قرارها راحت مع حد رجعت ربنا هداه اي حاجة ما بعلقش انا لكن في مواضيع البنات القصر اللي انتشرت كتير قوي اليومين اللي فاتوا دي اعتقد لازم بقى يكون فيه تصرف ماينفعش نتسيب بنت خمستاشر سنة ربعتاشر سنة ستاشر سبعتاشر وبعدين تختفي وبعدين تقول لي انها رجعت وانتهينا يعني لو انتو بتعملوا نوع من انواع التوائمات او الاتفاقيات مع القصر فيه امور ليها علاقة بفتيات كبار او سيدات ماينفعش مع فتيات قصر اعتقد حضراتكم بتوافقوني في الموضوع ده انه فتاة قصر ماينفعش ابدا ان انت تقول لي رجعت من غير ما تقول لي اذا كان فيه شخص غواها الشخص ده ما تقبطش عليه ليه ما تقالش ان هو مين ليه الكلام ده كله ليه عموما يعني الله اعلم بايه الامور في الغرف المخلقة يعني ولكن بنشكر ربنا انها عادت وبنتمنى الصلاة من اجل عودة كل فتاة وكل سيدة مختفية عن بيتها بالنسبة لقضية حرق كنيسة كفر حكيم اللي في كرداسة اللي كانت تزمنا مع فضعة الصماية رابعة والنهضة كان فيه تم القبض على متهم جديد في القضية رقم 8672 لساة 2014 كرداسة والمعروفة علمان بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة المتهم اللي اتقبض عليه تم المحكمة القضية صفق عفوا الدائرة الاولى ارهاب بمحكمة الجنايات اللي انعقدت باكاديمية الشرطة يوم السبت الماضي قدت بسجنه السجن المشدد عشر سنوات لهذا المتهم فيه بقى مهرجان لهرم الابداع بيكرم الراهب مقار ضمن افضل مئة شخصية عربية ودي برضو حاجة جميلة جدا وبنفتخر بيها والحقيقة ده جميل انه يشجع كل المبدعين سواء كان رجل دين او راهب او شباب بنشوف حاجات ابداع كتير جدا جدا يعني بنتمنى ان الابداع يزيد والفن كده يكون يعني هو المنتشر وبيكون عليه جوايس فيه كمان كاهن ابتي حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة حيث تمت بمركز البحوث العلمية التابع لجامعة القاهرة منقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث القص رفاقيل رمزي كاهن كنيسة قديسة دميانة بالويلي واللي حملت عنوان تأثير التنشئ الاجتماعية على الصحة النفسية وينعكاسها على جودة الحياة لدى الشباب الجامعي بمدينة القاهرة يعني حلو جدا ان يكون في حاجات جميلة زي كده وبرضو موضوع تنشئ اجتماعية وصحة نفسية اكيد دي نفسنا يكون موضوع يعني يسر اكتر ويكون فيه وعي اكتر كمان يقدم لكل الاسر واحنا شوفنا طبعا موضيع الحوادث والامور دي كلها حول انياحات انتقل للامجاد السماوية القص كراس فؤاد والجنازة كانت في كنيسته والصلاة طبعا كانت قاصرة على الاسرة ايضا كان فيه رحيل كهن السيدة العزراء والملاك ميخايل عفوا ان هو من القص كراس فؤاد من كنيستة العدرة والملاك ميخايل بالخلفاوي دي الكنيسة اللي هو كان كهن عليها واللي تم منها تشريع الجسمان من غير اي تواجد طبعا او الصلاة كانت قاصرة على الاسرة وما تقلش السبب الوفاة ولا عمره لكن عموما احنا برضو بنقول نخلي بالنا من كل الامور والجراءات الاحترازية بالنسبة لفايروس كورونا هذه الايام احنا مش عارفين ما تكتبش يعني ان القص رحل بسبب الفايروس ولكن احنا الفترة اللي فاتت وسمعنا كتير كل شوية والتانية وفي بعض الكهنة ما بيتمش الاعلان او يعني ما بيكونش عندنا فرصة ان احنا بنجمع كل اللي راحه لكن في كتير راحه وضحية هذا الفايروس ربنا يحمل جميع وياريت الكل يلتزم بالاجراءات الاحترازية في الكنائز هذه الايام بالنسبة برضو لاخبار مسيحي العالم ومازال الاضطهادات اللي بتحصل وخصوصا نيجيريا كان فيه رجل الدين النيجيري كان كتب عن انه توفى وهو تيبي جوشوا كان بيقال لم يتم الاعلان عن سبب وفاته الحقيقة ولكن زي ما قلت لحضراتكم ان احنا عندنا للأسف امور كتيرة بيتعرض لها القصوصة من خطف وهجوم وضرب وامور كتيرة بتحصل في نيجيريا وخصوصا الرجال الدين او القصوصة المبشرين يعني الافارقة تيبي جوشوا توفى عن عمر سبعة وخمسين عام متأكد خبر وفاته على صفحات التواصل الاجتماع على صفحته على الفيسبوك اللي بيزيد عدد متابعيه عن خمسة ملايين جاء فيها انه اخذ الله عبده من المتوقع ان يحضر عشرات الالاف مراسم تشريع جنسته خاصة ان هناك سياسين كبار من جميع انحاء افريقيا بين اتباعه بيقول انه كان لي تعاليم وموارسات مسيرة للجدر كان برضو فيه ايضا وثيقة لتنظيم الدولة الاسلامية بعنوان اعرف شهدائك كانوا بيقولوا ان في واحد مسيحي كان اعتنق راح يعني اعتنق الاسلام وانضم لتنظيم الدولة الاسلامية داعش وهو هندي فالوثيقة اللي نشرها تنظيم الدولة الاسلامية كانوا بيقولوا ان ده اول استشهادي من الهند يقتل في ليبيا وانه قتل في هجوم الحزب الشيوعي الصيني بيهدد سبع كنائس كاثوليكية في هونج كونج بيهددهم الحقيقة من انه هم يقيموا قداس لاحياء الزكرة 32 للمسبحة اللي كانت في عام 1989 ارتكبها الحزب الشيوعي وهم طبعا مش عايزين ان هم يعني يقيموا مثل هذه الزكريات جي بقف بالنسبة للاردن الحقيقة وكان في ازالة يافطات كان بيتقالن عليها اية او زي ما انتو شايفين هي عليها اية من الكتاب المقدس اما الودعاء فيرسون الارض ويتلززون في قصرة السلامة فاللي حصل ان هم ازلوها الغريب بقى انه اسباب الازالة يعني في العاصمة الاردنية عمان بتقلك ان هي بتحرد انا مش فهمة يعني بصراحة ازالت ما تعرف بامانة عمان الكبرى يافطات معلقة بشوارع بعدة شوارع في العاصمة الاردنية كانت وضعتها جمعية الكتاب المقدس فيها تهنئة بعيد استقلال المملكة الجمعية كانت وضعت التهنئة ومعاها زي ما انتم شفتوا الاية اما الودعاء فيرسون الارض ويتلززون في قصرة السلامة فالرد الفعل اللي قالوه ان احنا لن تسمح الامانة امانة عمان لن تسمح بنشر عبارات تسيقل الاخلاق العامة السائدة في المجتمع على حد تعبارها مش فهمة فين اساءة الاخلاق مش عارفين يعني ومحدش علق بصراحة وانه المسيحين كلهم في الاردن طبعا رفضوا يعني انه هما فيه ايه ايه الكلام اللي بتقال ده فقالك اللي بتقال ده بينم عن جهل كبير من قبل المسئولين وعدم درياتهم بفحوة ما كتب هما لأ وقاية طب وقاية ايه المشكلة جماعة وعملها جماعية الكتاب المقدس نعم علينا يعني حتى الاردن فالواحد مستغرب يعني كنيسة كندية بقى وجهت غرامة 183 الف دولار لعقد العبادة في الهواء الطلق يعني الامور في كندا على فكرة صعبة جدا يعني عاملين تشديد رهيب على موضوع كوفيد ناينتين فتم فرض غرامة مالية قدرها 66 الف دولار على جماعة في اونتاريو بسبب قياءة اقامة خدمات العبادة في الهواء الطلق بعد ان امر قادي باغلاق مبنى كنيساتها مما رفع اجمالي غرامة الكنيسة وقضتها الى 183 الف دولار وده حسب ما كتب من كس الكنيسة هنروح لكورونا الحقيقة وهنتابع معاكو برضو ايه التطورات ولكن عموما منظمة الصحة العالمية الحقيقة قالت انه هناك ملاحظة خلال اسبوع الماضي انه بالفعل انخفضت اعداد الاصابات او النمو في اعداد الاصابات بشكل ملحوص وده بيعود الى انه اللقاحات بدأت تتاخد بشكل اكثر الحقيقة والهند كمان برضو كان بيقولوا انه هو انخفض فيها عدد الاصابات بمقارنة بالفترة اللي كان فيها عدد بيوصل كان ل400 الف اصابة يوميا هنشوف كل ده معاكم عدد الاصابات حول العالم وصلت ل174 مليون و297 1138 اصابة حالات الوفاة 3.749 534 حالة وفاة التعافي 157 مليون و400 الف لو شفنا بالنسبة هنشوف دلوقتي معاكم الدول يعني لو حبينا نشوف اهو امريكا 34 مليون و221 المعدل اليومي من او العدل دلوقتي الاصابات الجديدة 6000 بالنسبة للتوتل داس 612 في امريكا والمعدل للوفيات برضو حالات الوفاة 204 فده طبعا كده في الهند كمان بصوا الهند 87 احنا لو شفنا الهند في الايام وصلت لو تفتكروا حضراتكم ايام كان 400000 اصابة وبرضو حالات الوفاة 2000 كت بتوصل ل4400 و4500 وبناء عليه هنا برضو البرازيل 16037 حالة جديدة 900 حالة وفاة حالة اصابة 37000 الوفاة 919 لو عملنا نيو كيس هتلاقي برضو دلوقتي هي اكتر واحدة بس برضو بمعدل بنقول انه يعني يعتبر انخفض بشكل ملحوظ جدا 87000 البرازيل 37000 روسيا 9000 اندونيسيا 6000 وامريكا 6000 والفلبين 6000 برضو بريطانيا 5000 بريطانيا بصوا حالات الوفاة حالة واحدة في ايام اللي فاتت ما كانش فيه ولا حالة وفاة على مدى يومين 3 وبرضو ده بيعتبر زي ما قلنا كده انه انخفاض حالات الاصابات وحالات الوفاة بيعود الى انه انتشار التطعيم في دول كتيرة حول العالم وزيادة عدد اللي هما اخدوا التطعيمات من البالغين بالنسبة ليه لو شفنا برضو الرئيس الامريكي السابق طبعا دونالد ترامب احنا الفترة اللي فاتت قلنا لكم الحلقة اللي فاتت على موضوع الايميلات اللي اتسربت للطبيب فاوتشي اللي هو خبير الاوبئة واللي كان هو متحدث وكان دايما بيطلع في المتمرات بجوار دونالد ترامب وقل لكم برضو الامور اللي كانت انتشرت عن فاوتشي انه هو كان طبعا بيصر على موضوع الماسك في بعض الايميلات اللي كان اللي تم تسربها كان بيقول الكمامة يعني ملهاش لازمة قوي للشخص ما بتحميش قوي اللي مفروض يلبسها لازم هو الشخص المصاب هو ده عشان الرزيز اللي بيطلع من بقه لكن مش لازم قوي انها تتلبس كان برضو مش رايح مع مش بيوافق دونالد ترامب في فرضية انه الفيروس مصنع في احد المختبرات الصينية وانه خرج من مختبر اهان في الصين يعني فالايام اللي فاتت لما انتشرت الايميلات المصربة ولما حصل عليها ضجة فالرئيس الامريكي دونالد ترامب بقى طبعا يعني وجه الهاجمة فوتشي وطالب بان الصين تدفع 10 تريليون دولار الى امريكا وباقي دول العالم كتعويض عن الاثار اللي خلفها تفشي فيروس كورونا احنا قلنا لكم برضو انه الفترة اللي فاتت كمان كان فيه بايدن كان بوجه الحقيقة يعني زي نوع من انواع الاسناد مهمة للمخبرات الامريكية بانه يبحثوا في منشأ هذا الفيروس وانه قال هيتم التعاون مع الدول ايضا للعالم فالحقيقة برضو احنا هنشوف لو تم فعلا بناء على برضو معلومات اتقالت من المخبرات الامريكية انه في بعض الحالات اللي انتشرت من المختبر وكانوا مخبين عنهم وما كانوش قالين عليهم اصابات بالفيروس ده قبل ما يبتدي انتشاره في باقي اوهان الكلام ده طيب ترامب قال هاجم فاوتشي وقال الكلام ده فين في اول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الابيض دعا الرئيس دونالد ترامب دول العالم الى الغاء ديونها المستحقة لبكين كدفع اولى يعني اللي فيه اي ديون للصين تلغيها ما تدفعهاش وشن الرئيس الامريكي هجوما حادا على خبير الامراض المعضية الامريكي انتني فاوتشي بشأن تعامله مع وباء كورونا وطلب الصين بتعويضات وندد ايضا بتحقيق جاري حاليا بخصوص مالياته هو يعني وانهما بيتهمو بالفساد وبييتهمو بامور وده كان المؤتمر عمله في ولاية نورس كارولاينا وصف ترامب فاوتشي بانه ليس طبيبا عظيما لكنه خبير في الترويج وعلى اعتبار ظهوره المتكرر في محطات تلفزيونية ده كان متوقع الحقيقة هو بس ما كانش معروف انه امتى دونالد ترامب هيخرج على المحبي او مؤيدي لانه كان الفترة اللي فاتت فيسبوك قال ان هو هيتم حجر او يعني حزر حساب ترامب لمدة سنتين الفترة اللي جاية ومواقع تواصل طبعا كلها عام لحزر لحساب ترامب فكانت كل بيتعجب وبيقول ازاي هيتواصل مع مؤيدي برضو دلوقتي تعتبر الانظار عادت والابحاس عادت مجددا الى التنقيب في منشأ فيروس كورونا مع عدم استبعاد تسربه من معمل وهان قبل سنتين وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن وافق على الامر ده وقال ان ادارة الرئيس حقيقة اصول الوباء اما منظمة الصحة العالمية فاعتمدت نظام جديد لتسمية السلالات المختلفة فقالوا من الانف ستستخدم منظمة الصحة العالمية الاحرف اليونانية للاشارة لسلالات اللي تم اكتشافها الاول مرة في بلدان زي بريطانيا جنوب افريقيا والهند قالك السلالة مثلا بتاعت بريطانيا هيتقال عليها الفة السلالة اللي في جنوب افريقيا بيتا السلالة اللي ظهرت في الهند دلتا وتقال الكلام ده علشان برضو الدول كانت بتلوم الاعلام على انه ليه بتقعدوا تقولوا سلالة هندية بالتحديد بعد ما انتشرت طبعا حالات الاصابة في الهند فدلوقتي المنظمة الصحة بتحاول ان هي يعني تقلل العب على الدول بتسمية السلالات باسم الدول كانوا برضو بيقولوا انه فيه سلالة تانية مصنفة على انها مصدر قلق 1617B بيقولوا انه السلالة دي فيه كمان نسخ تلاتة متحورة سلاس نسخ متحورة اخرى من الفيروس بتعتبر اكثر خطورة من النسخة الاصلية لانها اشد عدوى واكثر فتكا وان اللقاحات بيقال انها قد لا توفر الحماية ضدها سلالة دلتا اللي بتعرف باسم سلالة الهندية من فيروس كورونا معروفة عنها انها بتنتشر بسرعة ولقوا انتشرت بشكل برضو اليومين اللي فاتوا في بريطانيا في بعض المدارس وفي الكليات وقالوا ان هي برضو مشكلتها انتشرها سريع وقلقانين جدا من انه ممكن اللقاحات ما تأثرش عليه عشان كده يا جماعة بنتكلم انه والتشجيع على ان الناس كلها تاخدوا اللقاحات علشان كل ما نستخد اللقاحات مش هيبقى في عدد مصابين كتير فهيبتدي تندسر يندسر الوباء ويبتدي كمان ما يبقاش فيه فرصة للتحور كل ما زادت عدد الإصابات وكل ما الناس اتنقلت من بلد لبلد بإصابات بيحصل تحورات فدي المشكلة الكبيرة جدا منظمة الصحة كذبت التقارير لتناولتها عدد من الصحف البريطانية حول تحور جديد من فيروس كورونا ظهر في نيبال وبدأ ينتشر في أوروبا وقالت منظمة الصحة أنها ليست على علم بأي تحور جديد من فيروس كورونا في نيبال بالنسبة بقى للحالات اللي في مصر الحالات على حسب برضو تصرحات وزارة وزيرة الصحة وعلى حسب البيانات اللي بتصدر بشكل رسمي من الوزارة أنها انخفضت احنا فاكرين كانت 1100 و1200 والكلام ده دلوقتي الحالات سجلت مبارح 801 حالة إصابة و43 حالة وفاة وزيرة الصحة كانت بتتوقع احنا برضو مع التقارير دي والكلام اللي بيتألفه مصر من أنه مصر نجحت في السيطرة على الوباء وأنه تعامل مصر يدرس والمفروض أنه هو يعني يتم إطلاع العالم كله عليه وأنه العالم المفروض ينظر لمصر بنوع من أنواع التقدير بالنسبة لتعاملها مع فيروس كورونا لقينا بريطانيا دخلت مصر من ضمن الدول اللي دخلتهم في القائمة الحمراء قائمة السفر الحمراء اللي هي بتعني أن بريطانيا بتقول أن مصر خطر أن الناس نسافر لها إلا في الضرورة القصو فوزيرة الصحة في لقاء مع أو في اتصال هاتفي مع برنامج عمر أديب كانت بتقول له أن هي هيراجع بريطانيا وتكلموا بالفعل مع السفير البريطاني في القاهرة علشان إزاي هم عملوا كده وليه وإيه الأسباب وهيحاولوا أن هم وقالت أن القائمة دي بتتجدد بشكل أسبوعي ومتوقعين أن بريطانيا تردخ لما يطلعوها على تعامل مصر أن هي تشيل مصر من القائمة الحمراء هنشوف برضو معاكم كعدد الناس اللي طلقوا اللقاء حول العالم بيزيد بشكل إزاي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان قال أنه هيحست قادة الدول الغنية هم عندهم اجتماع سبع دول قرية بالفترة اللي جاية على اعتبار أن هم لازم الدول الغنية تدعم الدول فقيرة وتبعت لهم لقاحات عشان يعني على بال آخر السنة دي يكون الناس كلها في العالم كلها أو 70% على الأقل من العالم تم تلقاحهم بلقاح فيروس أو كوفيد 19 عشان نخلص من الوباء ده عالميا دلوقتي أكتر من 2.15 مليار جرعة من لقاح كوفيد 19 اتخذت حول العالم وهنا برضو بنشوف الدول 176 دولة وبمعدل 38 مليون جرعة في اليوم وأمريكا برضو 330 مليون جرعة لغاية دلوقتي بمعدل 1.03 مليون دوز يعني الدول كلها الحقيقة يعني كتير جدا زي ما انتم شايفين كده بدأوا يدوا اللقاحات بشكل كبير قوي وانا تمنى فعلا انه يعني يبتدي يكون فيه تلقيح فعلا وتعاون ما بين الدول وتعاون مع منظمة مع برنامج الكوفاكس علشان خاطر اللي تبع منظمة الصحة عشان توصل لقاحات لدول فقيرة وكانت برضو أمريكا أعلنت ان الفائد عندها من اللقاحات هتبتدي تديه لدول العالم ومنهم برضو مجموعة لقاحات هتوصل لمصر ومصر كمان حاليا بتصنع بتحاول برضو تصنع اللقاحات المغرب أعلنت إعادة الفتح التدريجي للحدود الجوية بدءا من يوم 15 من الشهر الجاري بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا أسبانيا برضو قالت انها هتسمح بدخول المسافرين اللي بيثبت تلقيهم لقاح كوفيد 19 وبرضو اليونان وبدأت السياحة بيحاولوا تنتعش وقلنا لكم قبل كده على جواز سفر الكورونا اللي هيبقى في الاتحاد الأوروبي على اعتبار دي فكرته انه هيبقى فيه معلومات هتدخل مع اسم كل شخص هيسافر أو هيتحرك من دولة أوروبية لدولة تاني انه طالما واخد اللقاح ده هيعتبر جواز سفر ليه انه يعدي او انه هو يسافر وسط الدول الأوروبية فيه بقى لقلتلكم برضو قبل كده بشكل سريع كده على بعض الناس اللي بتتدعي انه فيه شريحة في لقاحات كورونا او انه فيه حاجة معدن وبدأت فيديوهات عايز اقولكو طبعا الفيديوهات دي في الأول كده والآخر دي فيديوهات من الناس بتحاول تسعى للشهرة زي الناس اليوتيوبر والناس اللي زي كده احنا فاكرين لما كان مغناطيس او حاجة كده نعملها في هدومنا فبتعمل طاقة فممكن تلزق في اي حاجة اما تقريبا بيستخدموا الطريقة دي ويقول لك بصوا يا جماعة هولي استواخد اللقاح وبصوا المغناطيس لزق ازاي عند اللقاح الكلام ده كلام فاضي يا جماعة ما تصدقوش اي حد اي الكلام لغاية دلوقتي اعتقد ان احنا تكلمنا على الموضوع ده والحلقة بتاع الدكتور سامي اتعادت زيات مرتين بالنسبة لكم الدكتور سامي متياس على موضوع انه بنشجعكم انكم تاخدوا اللقاحات كل ما هات الناس اتعدادهم يزيد واخدين اللقاحات في العالم كل ده ما هيخلصنا من هذا الفيروس يعني بصوا الكلام طبعا يا جماعة فاضي ودي كلها فيديوهات بتبقى هدفها من الناس دي عشان مليون يعني ملايين المشاهدات وبيحاولوا ان هما وللأسف الشديد ان الشائعات والحاجات الغلط بتنتشر بشكل كبير جدا والحاجات الصح ما بيبقاش لانه الحاجات دي هي بتستدعي اهتمام الناس الباقي يعني برضو موضوع الفطر الاسود وقصة ان هما كانوا عاملين عزل في مصر الكلام ده بنأكد مرة تانية الفطر الاسود يا جماعة ده موجود من زمان جدا وده فطر موجود في التربة وموجود في كل حتة والموضوع بس انه مع الهند ومع انه المناعة اللي قالت المرضى اللي هما كانوا ندوم سكر المرضى ان علاقة الوباء بالفطر الاسود ليست مباشرة كل الفكرة انه مع خفض المناعة بسبب الفيروس ومع الكورتيزون وانه مريض سكر كمان يعني من الاساس يكون مريض وجاله الكوفيد والدنيا دي ومريض سكر غير مسيطر على السكر بتاعه هما دي الاسباب اللي بتؤدي الى انه الاصابة بالفطر الاسود الفطر الاسود غير معدي يا جماعة ما يحتاجش مش محتاج عزل غير معدي بس ربنا يرحم الكل وطبعا دلوقتي حتى انا كنت سامعة ان البروتوكول بتاع مصر هيتغير بحيث ان كان البروتوكول بتاع علاج كوفيد على طول فيه كورتيزون من الاول كورتيزون ما بيتعطاش من الاول ووضحنا ده برضو في الحلقة اللي كان معنا تطعيم ولا اخده تطعيم مش جاي ولا ايه الموضوع اكتر من 555 شهيد بكورونا من الاطباء لغاية دلوقتي ده نقابة الاطباء ناعد 6 الطباء خلال 24 ساعة لغاية دلوقتي انا مستعجبة ارجوكو يا حد عنده تفسير يرد علينا ليه لده كاترة لده كاترة ما كانوش بيتكوفوا هنا في الولايات فيه اطباء بيموتوا في مصر ليه بجد عايزة رد يعني انا مش بنقض مش بعمل نقض يعني قد ما فعلا عايزين نفهم ليه هل الاطباء دول من نواية الاطباء اللي هم رفضين اللقاح واللي بيقولوا الناس ما تاخدوش ولا ده ايه اللي بيحصل بالزبط عموما ربنا يعزي قسر كل حد بيروح نتيجة هذا الفيروس وكان طبيب او غيره الدكتور جورج الياس استشاري تخدير توفى متأثر بفيروس كورونا بالنسبة لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز كانت الحقيقة دنيا سامير غانم كانت كتبت على انستجرام انه فيه افطة معلقة على قودة دلال عبدالعزيز بطول ماما وتعرفش حاجة عن بابا حتى الان ودعاكم لينا هو اللي مخلينا نقدر نقف على رجلينا وانه بيقال ان هي تحسنت ولكن بشكل برضو طفيف بنتمنى السلامة لدلال عبدالعزيز والكل مصاب بهذا الفيروس ربنا يحمي الجميع بالنسبة اهم عنوين مصر الحقيقة وعنوانين كده بسرعة المصر وبعد كده هنروح على العنوين العالمية برضو بشكل سريع ان شاء الله الرئيس السيسي سبع سنوات مدت على توليه رئاسة مصر حكبة كان فيها البطل او يعني البطل الحقيقي زي ما بيتقالف كتير من المواقع المواطن المصري اللي تحمل الحقيقة امور كتيرة جدا وانه هو البطل تحت مظلة قيادة حكيمة السيسي وعد في اوفا امور كتيرة كان السيسي وعد بيها والحمد لله تحققت وفيه القاء دوق كبير جدا في كل المواقع المصرية على انجازات الرئيس السيسي خلال سبع سنوات لها كلنا شايفين ان من اهمها موضوع تحويل العشوائيات والكباري والطرق والكهرباء حاجات كتير جدا الجميع يشهد ليها ويراها وبات شعار تحيا مصر الذي صار احدى مفردات الخطاب السياسي واقعا ملموسا يستشعره المواطن بالشارع تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر على مدار سبع سنوات اصبحت الوعود بان مصر ستكون الافضل واقعا يتلخص في حقبة من النجاحات التنموية والاستراتيجية ودع المصريون السنوات الفوضى وعدم الاستقرار ليدخلوا سنوات الامل والعمل والبناء شهدت مصر طفرة تنموية غير مسبوقة بدأت مع افتتاح قناة السويس الجديدة الى ربط سيناء بدلت النيل عبر انشاء خمسة انفاق مرورا بمنظومة متكاملة من الطرق لتقز مصر تسعين مركزا في مؤشر التنافسي العالمي المختص بجودة الطرق استثمارات تجاوزت قيمتها ثلاثة وثلاثين مليار جنيه مصري ومشروعات حمث امن مصر المائي ونهضة تعليمية توالت الشهادات الدولية التي تؤكد مكان تواقع زي ملت لحضراتكم امور كثيرة بالانجازات تترك لهذا التقرير ولكن هنكتفي بهذا القادر عشان نقدر نقول لحضراتكم برضو الامور الجديدة كمان لمعانا بالنسبة للموضوع سد النهضة الحقيقة بالنسبة للموضوع سد النهضة كان فيه بيان عاجل من الرأي بشأن سد النهضة ان توليد الكهرباء بيتطلب تخزين 15 مليار متر ومكعب مياه وفي نفس الوقت برضو الامور الاخيرة اللي كانت اتقالت على موضوع انه فيه فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وامرار المياه تقع على منسيب مختلفة ده في السد وتوجد فتحتين متصريف المياه بتقع على منسوب 542 متر السد بيتضمن فتحتين مخارج للتوربينات المنخفضة اللي هو التوليد المبكر بتقع على منسوب 542 متر عشان يقوم بتوليد كهرباء الامر بيتطلب انه يكون اقل منسوب للمياه المحجوز امام السد عنده منسوب 560 متر والمناظر لاجمالي حجم تخزين المناظر عفوا لاجمالي حجم تخزين نحو 4 مليارات متر مكعب احنا اليام اللي فاتت عرفنا من انه طبعا فيه رقابة بالاكمار الصناعية وكل حاجة بالنسبة للسد فالحقيقة انه اتقال انه مش هينفع يعمل الملء الثاني كاملا زي ما كان متفق عليه الشهور اللي جاية اللي هي شهور الامطار وكده فاتقال انه ده نتيجة لانه مقدرش يعلي الصور لأكتر من نسبة معينة مش هينفع السنة دي ان هي تستوعب كل كمية الميا اللي كان عايز يخزنها عشان يقدر يستخدمها بالنسبة لتوليد الكهرباء وبالتالي ده بيدي فرصة برضو اكتر يمكن يكون في مفاوضات او غيره عموما يعني في ظل مفاوضات صد النهضة مع قديسة بابا الحقيقة كان الرئيس السيسي وده كان من دي دابليو كونال المانية الحياة ورون انه الرئيس السيسي قدر انه الفترة اللي فاتت كلها انه يعمل معاهدات واتفاقيات مختلفة مع كل الدول اللي كانت محيطة بأثيوبيا وده برضو استعدادا لانه زي ما قال الرئيس خلينا نسمع يعني منبتدي حتى من دلوقتي موسيقى موسيقى زي ما شايفين هو معلش التقرير بموسيقى من غير صوت بس زي ما انتو شايفين التحرقات تحت مصر انه كان فيه تعاون عسكري راح اوغندا كينيا ده نوع من انواع انه هو عامل زي كماش كده حوالين اسيوبيا الوقع مع كينيا اتفاقية تعاون دفاعي بعد كده هنشوف مين تاني جيبوتي لقينا برضو الرئيس السيسي راح لجيبوتي وتعزيز التعاون الامني والعسكري ايضا مع جيبوتي كل دي الدول اللي حوالين اسيوبيا وكل دي الامور اللي عملتها مصر وبرضو مع جنوب السودان ارسال وحدة حفظ سلام مصرية كل ده شوفوا كل الدول دي اللي حوالين اسيوبيا ازاي مصر واخد بالها وعمل تعاون عسكري بما فيها طبعا اخر حاجة اللي كانت حماة النيل مع السودان طبعا بعد كده برضو اريتريا بصو اريتريا فوق برضو كان موضوع العلاقات العسكرية وسط النهضة برضو كانت في عام 2020 يعني ده بيورينا قد ايه مصر شغالة حتى مع الصومال في 8 مارس 2021 السفير الصومال اصدر بيان عرب فيه عن استعداد الصومال لبدء تقارب مصر مع مصر يبقى لو انتو حضراتكم شفتوا الدنيا للتفاقيات الامنية رسالة شديدة اللهجة الاسيوبيا توحي بان القاهرة لديها ادوات تكفي للدفاع عن حقوقها وعلى مقربة من الاراضي الاسيوبية وده كان اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الامن القومي بالبرلمان المصري العرب شايفين الخطوط الحمرة دي كلها السودان جنوب السودان اوغندا بوراندي كينيا الصومال جيبوتي اريتريا كل ده حوالين اسيوبيا معنى كده ان مصر قادرة ان هي تحكم الامر كله ان شاء الله يعني وانه الاختيار ده مفتوح عشان كده لقينا برضو السودان كانت بتقول تعنت اسيوبيا في موضات سد النهضة يجر المنطقة الى مزالق لتحمد عقبها ولكن الجيش الاسيوبي بقى ارد وقال ايه نقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة وسنحميه من اي عدوان اذا هذا الاختيار موجود موجود عندنا برضو محاولة المفاوضات تاني برعاية من واشنطن وقالوا برضو ان احنا بنؤيد موضوع ان التلات دول يوصلوا لاتفاق فلغاية دلوقتي مصر بتحاول ان هي توصل لاتفاق ولكن حتى التصرحات الاخيرة اللي كان قالها ابي احمد ان هم هيعملوا ميت سد قالك طبعا الكلام ده كلام فاضي يعني هيعملوهم فين الميت سد وفيه تقارير كتير وقنوات كتيرة بتجيب المواضيع دي على الجانب الاخر هناك اشتباكات قبلية في السودان وهناك عشرات القتلى والجرحة في اعمال عنف بولاية جنوب درفور ودي برضو مشاكل جهة السودان وطبعا اسيوبيا برضو بتعاني من مشاكل بسبب موضوع تجري وعقوبات من الولايات المتحدة الامريكية نيجي برضو نتكلم عن اخبر تاني كان بيتقال ان وزير الدفاع ورئيس الاركان التقى يا قائد الحرس الوطني الكبروسي لبحث التعاون المشترك وده ليها برضو علاقة بالتعزيز للتعاون والعلاقات العسكرية بين الكبروس ومصر وده موضوع تاني بالنسبة برضو للاتفاقيات بتاعة البحر المتوسط وموضوع الغاز وموضوع برضو العلاقات اللي مع تركيا فكل يعني الحياة في مساعي قائسة من مصر بالنسبة لكل الأمور والملفات المعلقة او المهمة بالنسبة لمصر تشريعية النواب افكت نهائيا على قانون فصل الموظفين الإخوان وعندنا كمان في خبر بقى حادث النهاردة كان عاجل قبل ما ادخل معاكم بشوية كانت الشرطة الكندية اعلنت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا في حادث دهس متعمد بواسطة شاحنة ويقيل ان استهداف العائلة عمدا ويعتبر جريمة كراهية معادية للإسلام وهيتم توجيه التهم لهذا الشخص اللي تم القبض عليه كان في مسيرة المفروض ان المسيرة دي اسمها مسيرة الأعلام الحياة المسيرة دي كانت مكررة يوم الخميس الغيت بعد خلاف مع الشرطة الإسرائيلية حول مسارها دي جماعات يمينية إسرائيلية وكانوا بيقولوا انه زي الشرطة الإسرائيلية تردخ لحماس هو كل الفكرة انه مش عايزين خلافات تاني تتصعد بالنسبة للمنطقة المنطقة اللي حصل فيها دوء بالنسبة للخلافات أو الصراعات الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو بمعنى بيستقتل وبيقول علشان خاطر يفضل في الحكم وانه ما يتمش القبول على الحكومة الجديدة اللي بيحاولوا يشكلوها ما بين اليمين وما بين الفصائل العربية رئيس قال لنيتانياهو ان اقتلاف تشكل ان اقتلافا تشكل حديثا ويوشك ان يطيح ديمقراطية وقال انه حتى لو تم تشكيل الحكومة هو سوف نطيح بها بسرعة كبيرة طبعا برضو اتهمات بالفساد والكلام ده كله فاحنا هنشوف طبعا ايه اللي هيحصل في الموضوع ده برضو كان من ضمن يعني فيه امور كتيرة بالنسبة للموضوع ده كان برضو موضوع ايران الحقيقة مدير الوكالة الدولية للطاقة الزرية الايرانية كان للطاقة الزرية عفوا بيقول ان ايران تقوم بتخصيم اليورانيوم بنسب مرتفعة جدا وانتوني بلينكين وزير الخارجية بيقول لا يزال من غير لا يزال من غير الواضح ما اذا كانت ايران راغبة ومستعدة الفعل ما يلزم للعودة الالتزام ولا لأ بالاتفاق النووي هنشوف كل ده معاكم ان شاء الله برضو في الحلقات اللي جاية من مورة الاحداث انتظرونا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة